بعد فشله في ركوب موجة التظاهرات أصبح يظهر مقتدى الصدر عداءه الصريح بأشكال متعددة لثورة تشرين السلمية التي خرجت في الأول من تشرين الأول الماضي مطالبة بإسقاط الحكومة وأحزابها الفاسدة مقتدى الصدر تهجم على ثوار تشرين في لقاء تلفزيوني وطالبهم بتوقف عن إضرابهم العام مهدداً المتظاهرين بعودة جيش المهدي وميليشيا القبعات الزرق التابعة له وأنها لا تزال فعالة وأن انسحابها من الساحات كان شكلياً فقط متناسياً أن مطالب الثور تحظى بتأييد يصل إلى نسبة تسعين بالمئة من الشعب العراقي بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوبا الدولية للأبحاث والذي شمل جميع المحافظات العراقية هيئة علماء المسلمين في العراق أكدتنا تهديد مقتدى الصدر للشعب العراقي باللجوء إلى العنف وإعادة جيش المهدي والعودة إلى الحقبة الظلمية التي كان يسودها إرهاب الميليشيات الطائفية يعد اعترافاً صريحاً بمسؤوليته عن إدارة جيش المهدي المشارك في أحداث العنف الطائفي عام 2006 وما قبلها وما تلاها ومسؤوليته المشتركة مع غيره عن خطاب الكراهية والعنف والعمليات الإرهابية وممارسة الخطف والتعذيب والقتل على الهوية ومهاجمة المساجد واختصابها وتدميرها وتهجير الطائفي مقتدى الصدر الشخصية الأكثر تناقضاً في العراق تحدث كذلك عن دوره الكبير في تشكيل جميع الحكومات العراقية بعد الاحتلال الأمريكي على الرغم من اعترافه الصريح بفساد جميع طبقة السياسية الحاكمة في العراق ما يؤكد اشتراكه بصناعة الفساد وخداع الشعب وكالة رايترز كشفت في وقت سابق خفايا اجتماعات عقدت في مدينة قمة الإيرانية بحضور الصدر وقادة الميليشيات العراقية الموالية لطهران وأكدت أن الصدر يسعى لإضعاف تظاهرات عبر توجيه مطالبها من إسقاط النظام السياسي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق مقابل حصوله على دور أكبر في تشكيل الحكومة الجديدة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تهم مقتدى الصدر بتبني خطاب الكراهية والعنف ضد الشعب العراقي وتورطه بجرائم القتل والاختطاف التي طالت المئات من المتظاهرين السلميين وأنه وجه دعوات إلى تجديد العنف والتحريض ضد المتظاهرين فضلا عن تبني الهجمات المسلحة التي شهدتها البلاد عام 2006 وقتل المتظاهرين وخطفهم والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها ميليشيات التيار الصدري مؤخرا ما تعرض له المتظاهرون خلال الأشهر الماضية من جرائم القتل والخطف والاعتقال من قبل عناصر ميليشيا السرايا القبعات الزرق وصفه الصدر وبكل برود بأنه جرة أذن مستهينا بأرواح الشهداء ودماء الجرحة التي أريقت في ساحات التظاهر ما يؤكد عدم اكترافه للشعب العراقي وحرصه على تنفيذ أجندات إيران في المنطقة اشتركوا في القناة